بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولي والدين ولشيخنا والمسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب من تورك بشجر أو حجر ونحوهما وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه التلمذي وصححه الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على البشير النذير والسراج المنين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا الباب ترجم له المؤلف رحمه الله بقوله باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ولم يجزم المؤلف في الترجمة بحكم ذلك لم يذكر أن ذلك من الشرك ولا أنه ليس من الشرك بل أطلق الترجمة وذلك أن الحكم يتبين مما أورده من النصوص وما ذكره من المسائل بقوله رحمه الله باب من تبرك أي بيان حكم من طلب البركة فالتبرك هو طلب البركة حكم باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما أي بيان حكم من طلب البركة بواسطة شجر أو حجر أو ما أشبههما من الأشياء فيشمل سائر ما يتبرك به من الأعيان سواء كان من الجماد أو كان من غير الجماد وسبب عدم جزم المؤلف رحمه الله في الترجمة بحكم أن التبرك منهما هو مشروع مأذون فيه كالتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنهما هو محرم غير مأذون فيه كالتبرك بالأشجار والأحجار في دفع ضر أو جلب نفع ونحو ذلك مما سأتي بيانه فالتبرك نوعان تبرك مشروع وتبرك ممنوع ولهذا لم يجزم المؤلف رحمه الله في الترجمة بحكم وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب آية وحديثا مناسبة هذا الباب لما قبله واضحة فإنه ذكر في الأبواب السابقة في شرح التوحيد تفصيلا ما يتصل بشرك الأسباب والوسائل شرك الأسباب والوسائل من لبس الحلقة والخيط والرقى والتمائم ونحو ذلك وكلها مما يندرج في شرك الأسباب والوسائل وهذا مندرج في هذا المعنى فالتبرك هو وسيلة لتحصيل الخير ودفع الضر ولذلك هو مما يندرج في معنى الأبواب السابقة في كونه من شرك الوسائل والأسباب وبهذا يتضح مناسبة هذا الباب لما قبله وأما مناسبته لكتاب التوحيد فهو مما قد ينقض التوحيد التبرك بشجر أو حجر قد ينقض التوحيد من أصله أو ينقصه كما سأتي على نحو من التفصيل القادم ذكر المسنف في هذا آية وحديث أما الآية فآية سورة فآية ثاني من سورة النجم أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّةَ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ وذكر حديث أبي واقد قوله تعالى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ ماذا معنى أَفَرَأَيْتُمُ أَخْبِرُونِي عَنِ اللَّاتَ هذا معنى أَفَرَأَيْتُمْ أَفَرَأَيْتَ كَذَا أي أخبرني عن كذا فقوله أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ يخاطب الله تعالى المشركين الذين يعبدون هذه الأصنام بطلب الخبر فيقول أخبروني عن هذه المعبودات التي تعبدونها من دوني وذكر ثلاثة أصنام هي من أعظم ما وقع في العرب من الشرك اللات والعزة ومنات أخبروني عنها هل لها من القدرة والمنزلة والمكانة والأسمى والصفات ما لله الذي تقدم ذكر شيء من صفاته وأسمائه وأفعاله في صدر السورة فهل تستحق أن تعبد من دون الله وهذه الأسماء الثلاثة هي أعظم ما كان يعبده العرب أما اللات وهو أول المذكورات فهو صنم معظم عند ثقيف في الطائف وأصله رجل كان يلدت السويق يلدت السويق أي السويق من البر يعده ويجهزه للحاج فيلدته بعجنه وتجهيزه للحاج فعظم وعبد هذا الرجل أو عبدت الصخرة التي كان يلدت عليها السويق وقيل إن اللات مشتق من الله اسم مشتق من الله اشتق هؤلاء اسما لإلههم الذي يعمدون من أسماء الله عز وجل وهذا من الإلحاد في أسماء الله فإن من صور الإلحاد في أسماء الله اشتقاق أسماء لمعبودات من دون الله من أسماء الحسنة جل في علا أما العزة فهي شجرة قريبة من عرفة تعبدها العرب وتعظمها قريش على وجه الخصوص وقيل إنها مشتقة من اسم الله العزيز وقيل غير ذلك أما ثالث المذكورات فهو منات وهو صنم معظم عند أهل المدينة وقيل إن سبب التسمية هو الاشتقاق من المنان وقيل بل سمي هذا الصنم بمنات لكثرة ما يراق عنده من الدماء تقربا إليه فسمي منات لأجل هذا وميز الله تعالى هذا الصنم المذكور أخيرا بقوله الثالثة الأخرى فوصفه بهذا الوصف فقال الثالثة الأخرى وذلك لأنه أدنى مرتبة من الصنمين السابقين والمعبودين السابقين اللات والعزاء أما مناسبة الآية للباب فواضحة فالمشركون جعلوا هذه الأصنام محلا للتبرك يطلبون منها الخير ويتعبدون الله ويتعبدون لها ويصرفون إليها العبادات وهذا من الشرك الأكبر حيث جعلوا البركة مستفادة من هؤلاء استقلالا دون الله وطلبوها بصرف العبادة إليها وبهذا يعلم أن هذين النوعين من التبرك من الشرك الأكبر النوع الأول أن يعتقد أنها تمنح البركة بذاتها فيطلبها أي يطلب البركة من هذه الأشياء من شجر أو حجر ونحو ذلك الثاني أن يطلب هذه البركة بالتقرب إليها بالعبادات وهذا بالذبح ونحو ذلك مما يكون من أوجه التقرب التي يفعلها من يعمد غير الله عز وجل عند هذه الأصنام وهذا من الشرك الأكبر لأنه صرف العبادة لغير الله فهذان النوعين من التبرك من الشرك الأكبر الأول اعتقاد أنها تمنح البركة بذاتها الثاني طلبوا البركة منها بصرف العبادات إليها بالتقرب إليها دون الله هذه الصورة الثانية من الصورة التبرك المحرم الشركي وكل هذين النوعين دل عليه النصور الكريم أما الحديث فحديث بواقع دليثي رضي الله تعالى عنه أخرجوا الإمام أحمد والترمذي وغيرهم وإسناده جيد فيه خبر خروج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين وحنين وقعه وقعه كانت بعد فتح مكة وهي مسمات بهذا الاسم باسم المكان الذي وقعت فيه الغزوة وقد ذكره الله تعالى في كتابه في قوله تعالى ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا فهذه الوقعة حصل فيها هذا الموقف في خروج الصحابة رضي الله تعالى عنهم إليه وهي بين مكة والطائف وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم جمع غفير من أصحابه في هذه الغزوة و انضاف إليه مسلمة الفتح وهم من أسلم من أهل مكة وغيرهم بعد فتحها وهؤلاء كانوا حدثا عهد بكفر يعني عهدهم قريب بالإسلام عهدهم قريب بالإسلام ولم يكونوا قد فهموه فهما بينا واضحا مكتملا فمروا بشجرة للمشركين كانوا يلازمونها يعكفون عندها يطيلون الإقامة عندها طلبا للبركة ويعلقون بها أسلحتهم طلبا للقوة والنصرة هذه الشجرة تسمى ذات أنواط يقالوا لها ذات أنواط أنواط أي صاحبة المعلقات النوط والمعلق فذات أنواط أي ذات تعليقات يعلقون عليها الأسلحة ويعلقون عليها أشياء يطلبون بهذا تعليق البركة من هذه الشجرة فيتبركون بالشجرة يعلق عليها سيفه ورمحه سهمه لأجل أن تمنحه البركة فيكون ضربه بالسهم وضربه بالسيف ونحو الرمح قويا ويحصل به النصر فلما رأى الصحابة من مسلمة الفاتح هذا من هؤلاء طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم سدرة أي شجرة ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون بها الأسلحة كما يفعل المشركون كما يفعل المشركون فهذا الطلب كان مضاهاتاً للكفار وطلباً للنصرة والقوة والبركة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر وهذه الكلمة تقال في مواطن التعجب وفي مواطن الاندهاش فتقال عند التعجب من الأمر وتقال في مواطن الدهشة وامتلاء القلب بشيء من النظر في شيء من الحوادث أو الوقاع أو المخلوقات فلإزالة ما وقع في القلب من الاندهاش والانبهار بهذا يكبر ليتلاشى كل ما يصيب القلب من تعظيم غير الله عز وجل فتقال تعظيماً لله تقال في مواطن الاندهاش تقال في مواقع التعجب فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر تعجباً من قولهم وبياناً بأن الله أعظم وأجل من أن يشرك به سواه وأن النصر منه فلا يطلب من غيره إنما النصر من الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله تنزيهاً لله أن يكون له شريك وأن يستحق العبادة سواه ثم بعد هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها السنن بعد أن أظهر تعجبه وتنزيهه لله عز وجل بالتكبير والتسبيح قال إنها السنن أي هذا الذي جرى منكم هو سلوك ما كان عليه من قبلكم من سلفكم من البشر إنها السنن أي الطرق التي سلكتها الأمم السابقة هذا معنى السنن وقد بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله قلتم والذي نفسي بيده هذا يمين قلتم والذي نفسي بيده حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فأجابهم موسى عليه السلام إنكم قوم تجهلون حيث طلبتم هذا الطلب لأن أجعل لكم إلها كما للمشركين آلهة فإنما فارق أهل الإيمان المشركين في توحيد رب العالمين في إفراده بالعبادة فإذا تخذوا آلهة دون الله لم يكن بينهم وبين المشركين فرق فشابه الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا حدثا عهد بكفر من مسلمة الفتح شابه بني إسرائيل بطلبهم وإن كان وإن كانت المشابهة ليست من كل وجه لكن ثمة موافقة ولو من بعض الوجوه فأولئك طلبوا من موسى إله يعبدونه مع الله كما للمشركين إله يعبدونه وهؤلاء طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم شجرة يعلقون بها أسلحتهم ليتقووا بها ليتقووا بذلك على أعدائهم فكان الجواب النبوي مطابق للجواب لجواب موسى لكنه جاء ب جواب مضمن فإنه قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت من إسرائيل لموسى جعل لنا إلها كما لهم آلها فكان الله تعالى قد ذكر جواب قال إن قد جاءب موسى لها لهم عندما طلبوا قال إنكم قوم تجهلون فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أقسم بأنه سيكون في أمته نظير ما وقع في الأمم السابقة وقد جاء ذلك مصرحا به في الصحيحين حيث قال صلى الله عليه وسلم نتتبعنا سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة فكل ما وقعت فيه الأمم السابقة من الإحراف سيقع نظير في هذه الأمم ولذلك اليهود كم فرقة 71 فرقة افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 270 فرقة وهذه الأمة على 73 فرقة لأنها ستسير في كل المسارات التي سارت فيها الأمم السابقة فال72 فرقة على نحو ما كان عليه اليهود والنصارى وتتميز من هذه الفرقة الفرقة فرقة واحدة وهي ما كان على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلها في النار إلا واحدة وقد قال بعض أهل العلم إن الصحابة لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها كتبرك المشركين إنما طلبوا أن يجعلها مباركة من الله فينتفعون ببركتها التي جعلها الله تعالى فيها فتكون مباركة شرعا فيحل لهم التبرك بها كما يتبركون من نبي صلى الله عليه وسلم وبأثاره الحسية كعرقه ونحو ذا وشعره صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك وكتبرك بماء زمزم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح نحذر بذر إنها مباركة أي زمزم إنها طعام طعم وكبركة شجرة الزيتون في ما يحصل بها من المنافع في المآكل والمشارب ونحو ذلك كما قال تعالى مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة زجاجة كأنها كوكم دري وقد من شجرة مباركة زيتونة فأضاف الله تعالى البركة للشجرة فثبتت البركة لبعض الأعيان فطلبهم من هذا النحو أي أن يجعلها الله مباركة ينتفعون ببركتها والله تعالى قد يجعل أعيانا مباركة وكذلك أزمنة مباركة وأماكن مباركة وهو جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار وطلب البركة من الأشياء التي جعل الله تعالى فيها البركة لا بأس به ولا حرج لكن على نحو ما شرع الله عز وجل لا على ما يفعله الناس من إحداثات فمثلا المسجل الحرام مبارك وقد جعل الله تعالى فيه من البركات والخيرات ما ما هو معروف ودلت عليه النصوص بيت المقدس مبارك كما قال تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجل الحرام المسجل الأقصى الذي باركنا حوله لكن ليس لأحدين أن يأتي ويقول تمسح بأحجاره طلبا للبركة أو آكل ترابه طلبا للبركة لأن هذا أوجه من التبرك غير مشروعة إنما ما جعله الله مباركا يتبرك به على نحو ما جعله على نحو ما جاءت به الشريعة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم إنها مباركة إنها طعام طعم فذكر وجها من أوجه باركتها وهو أنه يحصل بها الكفاية ومن أوجه باركة زمزم ما جاء في حديث جابر في مسند إمام أحمد للسناد جيد ماء زمزم لما شرب له فمن شربه لشرح الصدر شرح الله صدر من شربه لعافية البدن حاف الله بدن من شربه لزيادة العلم زاد الله علم من شربه للحفظ زاد الله في حفظه وهم جر مما يقصده الشاربون سواء كان ذلك في المنافع البدنية أو المنافع الحسية أو المعنوية كل ذلك مندرج في عموم قوله ماء زمزم لما شرب له فهذه الأوجه كلها مما يجوز فيها التبرك ولهذا يقال كل ما ثبتت فيه البركة ينبغي أن يرعى فيه أمور أولا أجوب أن يعتقد الإنسان أن البركة من الله تعالى وليست من هذه الأشياء بذاتها فالله هو الذي يمنح البركة هذه النقطة الأولى التي ينبغي أن تستحضر نقطة الأولى التي ينبغي أن نستحضر في العيان التي ثبتت بركتها في الشريعة أنه البركة فيها من الله وليست ذاتية وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في حليث جابر في صحيح البخاري لما نبع الماء من بين أصابح قال إنما البركة من الله هذه النقطة الأولى اعتقاد أن البركة من الله في كل عين مباركة فإن الله هو الذي يجعلها مباركة ثانيا مما ينبغي أن يراعى في العيان المباركة وجوب الاقتصار في التبرك على وجه الذي جاء به الشرع كما ذكرنا قبل قليل فيقتصر في ما يتعلق بالتبرك على ما ورد به النص دون زيادة الثالث وهذا معلوم من الأصل وهو أن لا يثب أن لا تضاف البركة إلى شيء إلا بدليل فلا يتبرك بشيء بالاجتهاد بل بالدليل هذه ثلاثة ضوابط ينبغي التنبه إليها فيما يتعلق بالتبرك بالأشياء هذا ما يتصل به هذا الباب من مهمات تتعلق بكتاب التوحيد